موسيقى استيس خلف اليوم هلا رح نقوم بجولة بالمعرض هون عندك بالحبتوري جروب هيدا البرستي هو نموذج مصغر عن طريقة عمار بيتك هذا لا نحنا كنا عايشين في منطقة اسمه الشندقة اللي هي الأساس هذه اللي فيها الشيخ راشد رحمة الله عليه والشيخ سعيد كل هذا نحنا هناك كان بيت صغير بس كنا نشوفه كبير جدا كان أخوي اللي أكبر مني غرفة عنده ونحنا الباقيين أنا وأمي وأبوي وأخوي وأكتي في مثل هذه العريش الخيم نسميه أنا خيم برستي كنا عايشين فيها ملوك ننام كنا على الأرض وبعدها نشل تشل أمي الله رحمها للحاف وتحطها على السرين نعم ويوم نجي ننام بس ما ننام كثير نحنا هذا بس كنا كأننا في مباكينغام بلاص بي نعمه أحلى أيام أحلى أيام رح نكفي جولتنا اليوم والواضح استثخلف تأثرك بالمغفور لإلو الشيخ زايد بن سلطان نعم وبالشيخ راشد أيضا عم بيقول أنه فل نعل البنيان والعمران وسوف يتقاطرون إلى بلادنا هذا الكلام صحيح هذه هذه حكمة حكمة الشيخ راشد رحمة الله عليه لأن قالوا لي ليش مثلا فلان بيبني وهو مش من دبي قال لهم يوم بيبني خلي يشيلها ما بيشيلها بتبقى في دبي كان عقر عبقري 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 اللي خطط له وصله واليوم العالم كله بدبي بدبي هي هلا خطط الله والشيخ زايد رحمة الله عليه كان إنسان وطني وما في تفرقه وعرف هو والمرحوم راشد أخوه حطوا يدهم بيد وأسسوا هالدولة العظيمة هذه اللي هي من أهم الدول أنا في رأيها راحة العالم كله كإدارة كراحة المواطن راحة المقيم ما في تفرق بين الأديان ولا بين العروق ولا ولا هؤلاء هذين الرجلين اللي عملوها ونحن مشينا عليها هذا بفضلهم كبير جدا على بلدنا خلا نعمل جول اليوم عن تاريخ الإمارات أيضا وسبق وذكرنا باللقاء عن طريقة الطريقة اللي علمك ياها الوالد بالصيد مثل الصقور وغيرها شوفي هذه الخيام مثلا هذا الشيخ راشد رحمة الله عليه نعم وحط الصرار هاي بنته الصغيرة وقاها ظني وهذا الخيام هاي كاني نعيش فيه نحن نعم ومشي مثلا إذا الحاكم كذي وهذه الى ربعة يعني كان الوالد يعيش بالبر كلهم كلهم الوالد مو بقاهمني صورة أنا تعمدت حتى الصورة الجميلة اللي فيها المؤسس الكبير لدبي حلو كتير نعم بعدك بتهوى الصيد؟ لا والله تركته انتقلنا إلى بأمور تانية انتقلنا إلى بأمور ثانية الجمل صار ورا ظهرك؟ الجمل قريب إلى القلب ومن أنساه بس ما في وقت عشان حرام أني أجيب ولا يجرس وياه كنا علاقتنا حميمة كعائلة مع الجمال لأن الجمل سبحانه وتعالى سبحان الله يحس باللي يراكبنه واللي مهتم فيه نعم يخاف عليه الصحرة اليوم كنا في الصحرة من زمان نعم برد يكون وانا صغير عملي خمس سنوات ياخذني أبوي الله رحمه والبرد المائي هذا يحطه يثلج فيه ساعتين ثلج يصير نحفر في جنب الجمل ننام أنا وأبوي في حفرة وحدة وننولد النار هون والجمل تدفينه مني سبحان الله ونلحف الجمل معنا مش متعبطين مع الجمل متلحف ولا الجمل معك يعني علاقتك هيك في علاقة وثيقة بينك وبين الصحرة اليوم رح نكفي هنا عنا الجوائز اللي حضرتك استلمت عبر التاريخ جوائز يعني لا تحصى ولا تعد في جائزة بعد بتحفر بقلبك وذكرتك أكتر من جائزة تانية والله كثير في جوائز هني وفي جوائز بعد في المكتب عندي تم عندنا هاي دائرة الإعلام متهتم هالياه ما عرف ليش بالأمور جوائز كثير من العالم كله الحقيقة من أميركا من ملكة بريطانيا من حتى من الرئيس اللبناني اللي أبي اللحود اليسر الهراوي اليسر الهراوي هذا الوالد الله يرحمه الله يرحمه عنده ساعته مش 12 ساعة 12 كذا 24 من 1 إلى 24 بالأرقام بالأرقام وهو دي الصور بلخصه هذه الصور أنا وأبنائي راشد وأحمد ومحمد مين أقرب بين الثلاثة لإلك أكتر؟ أقرب؟ والتوجه صغير أحمد صغير؟ هو المدلل؟ لا ممدلل هو ما فيه مدلل ما عندك مدلل؟ مدلل هو أبالاي يعرف الأرقام يعرف الأرقام محمد صاحب الهمم كمان؟ top top of the list يعني هو محمد بعد كه راشد الوحدة يشتغل مش معناه وحفيدك بالصورة؟ هذا أحمد هو صغير وهذه الأولاد بس حين نتزوج واحدة ثانية وعند ولده في محمد بعد ما شاء الله هذي في البنان هاي بنت بنادي شوف كيف ست عم تزور لبنان؟ لا أخاف بتخاف؟ الجبان الرجال ما بتخاف؟ لا أخاف العاقلي خاف العاقلي خاف هذا أنا ومحمد وهذا الأحفادي طارق هاي أم إنجليزية وهذا حبتور وهذا أحمد هذي كلهم خيالة الأربعة البولو، لعبين البولو وهذا في بيتي في بريطانيا أنا وأبوي وخي محمد وشخص ثانية نعم هيدا صورة مين فيها؟ ميح تسلقه ولا شوها؟ هاي؟ حدا عم يشرب قهوة؟ وين؟ هذي حمدة زوجتي نعم قبل ما تزوجت صغيرة وأخوي سلطان آه كنت حطت عينك علي من هي وصغيرة لا والله هي قريبتي بس ابتليت بالوحدة ههههه هوا ده مجوهرات هذي مجوهرات امها هوا امها عوشة من خليفة السويدي اللي هي يسمونها فتاة العرب أهم شاعر النبطي في عالمنا العربي ما في حد هذي اللي نحن نعملها جوائز سنويا حالو من أهم هيد الأموال مجمع عملات هنا در أو هيد عملات قديمة وهذا المجوهرات الهاء كمان ايه توفيتها الله ارحمه الله يرحمه وهذا بعض العملات اللي كنا نستعمل لنا هذه الحبتور سيتي وهذه هني يمكنت أنا في المقاولات أنا بنيت برج العرب نعم برج العرب وبنيت الأوفيسرس كلاب في أبوظبي اللي هو من أهم مشاريع كستركتر 33 ألف متر مربع بدون عمود كنت مرتعب عند بس الحمد لله عند التخطيط لإله البناء طبعا أنا الرئيس كارتر كارتر شوف الله يذكر رازميني حتى تطديد أجري مهضومة الله محلا هذا أرسمها الرئيس كارتر إلي نعم الدوف هاي الدوف وجاب إليه توقخ خلف الحبتور خلف الحبتور هو حمامة سلام رأيه رأيه طبعا ومعه حق وداعية إلى السلام ومن دعاة السلام كمان وليس فقط حمامة سلام عشق تنس طبعا بعدك عم تلعب على الخفيف لا أنا ألعب كل يوم بس من مدة حين شهرين وقفت بسبب الأنكل رجلي شوية نعم وبس ما ألعب أنا إلا مع بنات الرجال ما أحب ألعب معهم ما بتحب تلعب معهم لا 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 معك حق نعم شفت صورة هون لنا دال شي مرة لعب أما قلت اللي ما بتلعب ما بتحب تلعب مع مع رجل لا هو بعض فاني اللي أفاني يا نورا ما دالك هون هاي وصموير هون دير خلف هاي 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 هيا هذي وما تتحدثي نااسا الاسبانيا يزورونني تجار وهو بعد بهذه من اللاعب المفضل؟ وهذا هي نيها هيدا هو كمان هيني بعدها بير خلب من اللاعب المفضل والأقرب إلى قلب خلف الحبتون؟ هم من الرجال هم ثلاثة نعم فدرر ونضال ونوباكا والنساء 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 أنا دائما أنا نشوف الجميلات ما ههم بتحبت للعق كنت أعجب بلعبة ماريا كالنونكو الروسية من أحسن اللاعبات هذه خيول خيول أكثر للبولو اللي هي كلها باور بلاحظ في ابنك بس أكثر شي محمد وحبتور بعض حفيدي تمشي بتمارس رياضة المشي أنا يا سيدتي كنت قبل هذا اللذة كنت نمشي في أوروبا في فاريس ونيويورك كل يوم 15 إلى 17 كم يومياً يومياً مش الموضوع رياضة لا لا سري على الأحسام نتعب ياسم شربنا آهوة دخلنا محل نشترينا غرض ورجع الظهر نتغدى ونرتاح وبعد الظهر نمشي شوي بعدين نروح لنا مطعم نتعشى الساعة ستة ونص هذا صديقي جداً كنا نروح في المدرسة أنا وهو كل يوم نتخانها كل يوم كل يوم في الصف نتخانها أنا وهو وبعدين لازم غصباً عني يروح يتغدى معي في البيت بعد ما نتخانها لازم أجباري أجباري يروح تغدى هو ضرب الحبيب الزبيب يعني وين مخانها ضرب كفوف تتخانه وكفوف وترجع بتتغدى أنت وياه ايه والله غصباً عني بس غصباً عني الله يتخان ومن الحب من قتن تقتله قتلي وتروح بتغدي لا وهو يضربني بعد وهو بيضربك هذا بعدين صار عندنا قايد القوات المسلحة كلها اشتركوا في القناة